دايما شفنا مع حضراتكم وعلى الهواء مباشرة وصول فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإفتتاح مشروعات قومية جديدة وزي ما كان دايما بيقول ان احنا هنفضل نفتتح وحنفضل نبني واللي مش عاجبه يتفلق مش كده ولا ايه صحيح ما هي ممكن طبعا تشوفنا وصول سيد الرئيس من دقايق وطبعا كان في سقباله معظم السادة الوزراء ومحافظ برسعيد وكل الجهات المعنية اللي افتحت مشروعات كتير النهاردة مؤكدين طبعا ان مصر في سنوات الاخيرة صراحة كان يلزمها عشرات السنين عشان تعمل المشروعات دي ولكن بالفعل انجزنا في الوقت انجزنا في المجهود وده يمكن اعتقد كل صاحب علم وتجربة حقيقية هيقول بانصاف شديد للدولة المصرية انها استطاعت ان تنجز الكثير من اولوياتها بل بتبدأ في خطوات كمان جديدة باولويات جديدة وفق امكانياتها وقدراتها الحقيقية والواقعية اليوم يفتدح سيد الرئيس العديد من المشروعات في محافظة برسعيد واحنا من الصديق طبعا صديقنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ علي السيد استاذ علي صباح الورد صباح النور استاذ علي اهلا بحضرتك استاذ علي وفي البداية الرئيس السيسي بيفتدح اليوم انفاء برسعيد وهي احد ادوات ربط الوادي بسينة ماذا قدمنا بقى من مشروعات عشان نفعل ده يعني الحقيقة يعني زي ما قال كده الاستاذ احمد ازاي فيه منصف او متابع الحقيقة بشكل دقيق للامور وهيجد انه انفاق سيناء ده احد المشروعات الحقيقة العملاقة اي حديث عن وجود تنمية في سيناء بدون وجود هذه الانفاق هيبقى يعني نوع من انواع الحقيقة العباس السيد الرئيس يمكن اول ما تولى المسئولية كلم عن ان احنا قدامنا الحقيقة يعني مسافات كبيرة جدا ومحتاجين ان احنا نجري عشان نقدر نحقق مشروعاتنا التنمية في سيناء او على ضفطية القناة شرق وغرب القناة كان من الضروري جدا انه يحتاج لي على الاقل نفق اخر لكن كلما اردت ان تعمق فكرة التنمية في سيناء او سيناء زي ما احنا عارفين يعني الحقيقة مساحة كبيرة سودس مساحة مصر وفيه امكانيات كبيرة لانه يبقى فيها مشروعات مهمة بخلاف المنطقة اللوجستية اللي موجودة على القناة بهذه الانفاق الحقيقة لأول مرة يمكن يكون ما فيش اي موانع ما بين شبه جزيرة سيناء او كنا نطلق عليها شبه جزيرة سيناء والوادي زي ما حاجة قلت دلوقتي اصبح الوادي ملتحم تماما مع سيناء وده الكلام المهم جدا حتى لما نجي نعكسه سياسيا نقول انه عشان بعض الناس احيانا في اوقات كتيرة جدا وفي قنوات يعني حتى عالمية بتتكلم عن انه يعني مصر هتتخلى عن جزء من سيناء وحاجات كده يعني مش ممكن نكون بنعمل التحام كامل لسيناء بالجسد المصري ويبقى فيه هذا النوع من الكلام العبسي هذه الانفاق ملحمة وطنية ملحمة علمية ملحمة اقتصادية استخدمت فيها اقوم ملحمة للوقت والزمن يعني هي مفروض انها تاخد سنوات كبيرة تعملت في وقت قياسي زي الحقيقة القناة الجديدة تعملت ايضا في وقت قياسي وحتى القناة كان فيه كتير جدا بيتكلم عنها دون النظر الى الظروف المستقبلية يعني لم يكن احد يضع في حساباته انه تعميق القناة امر حتمي وضروري لانه السفن تجارة العالمية في السفن بتتجه الى السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير محدش عمل حساب انه في الوقود سينخفض وبالتالي عملية الدوران للسفن تكلفتها هتقل وده يعوضوا عن الرسوم اللي هو بيتفعها في قناة السويس لانه كمان بينتظر واستاذة علي فيه نقطة مهمة جدا سينة بلا شك بلا شك عشان بس تبقى واضحة اللي مش عايز يصدق لازم يصدق سينة طول عمرها مطمع للعدو واحنا في يوم من القيمة تاخدت مننا واستردناها تاني بدماء طبعا ابطالنا الشهداء هل التنمية في سينة هتصعب موضوع انه العدو يسيطر على هذه الارض او يحاول انه هو يدخل او ينفذ المطامع بتاعته بالتأكيد يعني يعني ازاي ممكن هذه التنمية الشاملة اللي بتحصل في سينة تصعب اكتر عملية انه الاستيلاء على الارض او الاطماع او تنفيذ الاطماع على انه هم ياخدوا سينة ازاي ما حاك قلت سيناء كانت وما زالت مطمع للعدو والتفكير فيها دايما موجود ومطروح وفي اوقات كثيرة جدا في كلام عن انه جزء حتى من حل القضية الفلسطينية يكون على حساب سيناء لكن لا يوجد الحقيقة ده كانت قضية الترانسفير اللي كان بتتقال في فترة حكم الاخوان الحقيقة او تقالت حتى في خطة الترانسفير عفوا او تقالت في خطة سابقة انه يعني سيناء ممكن تبقى جزء منها يبقى ساهم في حل القضية الفلسطينية يبقى جزء من وطن بديل لا يوجد الحقيقة بعيدا عن الاخوان انا باعتبرهمش الحقيقة حكم في مصر طبعا يعني لانه كانوا جزء من المؤامرة طبعا او جزء من المخطط ادوات التنفيذ صحيح احنا التنمية في اي مجتمع الحقيقة بتجبر اي عدو على انه يأخذ خطوات كثيرة للوراء سواء الارهاب اللي موجود في سيناء واحنا عارفين ان الارهاب ما هواش مسألة داخلية يعني احنا شفنا دايما وابدا لما بيتم القبض على عناصر منهم بيبقى معهم ادوات اتصال حديثة بيبقى معهم اسلحة متطورة جدا بيبقى معهم ادوات رصد مهمة جدا وبتالي دول يعني لأي حد مراقب او متابع هم مدعومين من اجهزة ومن دول لازهار مصر وكأنها ضعيفة او غير قادرة على السيطرة على مجمل اراضي سيناء لانه هو قوة الدولة بتقاس بالسيطرة على اقليمها او على مساحة الكاملة لاراضيها احنا هذه المنطقة يمكن على وجه التحقيق وعندنا مناطق اخرى حتى في الصحراء الغربية برضو حدودنا زي ما بنشوف مفتوحة جدا كل ده مسألة التنمية بتقفل على الاعداء بتقلل من حجم الصراعات بتقلل من الارهاب سيناء الحقيقة منطقة اهملت كثيرا بعد تلاتة وسبعين كانت من تلاتة وسبعين ينبغي انه ان احنا نتقدم فيها اشواط لانه هي منطقة مهمة جدا بالنسبة لمصر ما حدش فكر فيه الابعاد الكبيرة اللي ممكن تبقى موجودة فيها حتى ما حد كان الفكر برضو محدود جدا فيما تعلق بشرق القناة منطقة شرق القناة انها تتحول ممكن حضراتكم شفتوا الكمية الحاجات اللي اتعاملت شرق القناة سواء مناطق الوبستية او صناعية او حتى المدن الجديدة اللي اتعاملت زي الاسبعالية الجديدة وغيره الحقيقة منطقة بقت مأهولة وملئة بالحركة فيها مدارس فيها مستشفيات كل ده كانت منطقة لما كنا بنعدي الحقيقة انا يعني زورت مصر كلها مش زورتها يعني رحت مصر بالجميع وديانها بسحريها بكل المنطقة دي كانت قاحلة مخيفة محدش حتى يعني العبور فيها كان مسألة وانت بتعدي كاتب انا اليمينك وش مالك صحراء مسألة كانت صعبة جدا هذا النوع من التنمية خلق مجتمع جديد بفك الازمة اللي موجودة في مناطق القناة قلل الضغط الشديد جدا على غرب القناة كل ده مهم جدا كمان قدرنا ابقى فيه عندنا تشغيل كبير جدا انا متكلم عن بطالة لم تحدث من رقم يعني الحقيقة 7.5% ده رقم 14.6 من 10 من 4 سنوات ده حديدا بس انا عايز اقسم الحديث مع حضرتك للبعد اللي كلمت فيه مها هو البعد الامني وكيفية طبعا التنمية وفقه طبعا لالتفاقات الدولية دي حاجة والبعد التاني حقيقة تكلمت فيه هو اهل سينة بقى نفسهم والتنمية وازاي ربط الوادي بسيناء كلها ده اعتقد ده ملفه مهم جدا لو هنشوف النهاردة فتحات الانفاء هنلاقي انها مش بس انفاء بتربط ده لا ده فيه مجتمعات عمراني وفيه تنمية هتحصل على الانفاء دي صحيح صحيح بالتأكيد الهدف الاساسي هو بالجملة اللي حقيقة قلتها انه سيناء تصبح جزء من الوادي لا تجد حضرتك معاناة وانت تعبر الى الدفة الاخرى انك تاخد وقت او تقعد ساعات تنتظر او في زحام مفيش عندنا غير نفأ واحد ضيق والكبري اي حركة تحتاج الى شرايين شرايين دي هي طرق هي وسيلة التواصل او انك تصل الى المكان بطريقة بسهل اي حركة صناعية تحتاج الى النقل من و الى غرب القناة وشرق القناة الان عملية النقل طبعا بقت عادية وزي ما قلنا سيناء اصبحت جزء متكامل مع الوادي ليست بالمفهوم القديم شبه جزيرة وانما جزء ملتحم تماما بالوادي شرايين الدماء تضخ ما بين سيناء وما بين الوادي المصري ده بيخلق عمليات كبيرة لوجود سكان ووجود تنمية يقلل من الارهاب ويقلل ايضا من اي مخاطر للاعداء ويلغي تماما فكرة المخاططات اللي البعض بيتكلم فيها او تكلموا فيها وهي مطروحة بلا شك يعني مطروحة عند دول كثيرة وبتطرح في بعض الاوقات وبتطرفت تماما والرئيس عبدالفتاح سيس كلم اكتر من مرة انه دي يعني مسائل المنتهي لان احنا مع الحل الدولتين حل الدولتين انت بتكلمش عن حل تالت لانه هذا الحل اللي توافق عليه المجتمع الدولي عبر سنوات طويلة جدا من الصراع ومن التفاوض ومن الاتفاقيات اللي تمت في سنين طويلة جدا النتيجة بتاعته اللي متمسك بها العرب والدول المعنية والأمم المتحدة هي حل الدولتين ما فيش حل تالت على حسب دولة تانية يعني ده غير مطروح وغير مقبول في مصر سيناء لما تبقى كلها بتعمل كلها مزروعة وكلها صناعة وكلها تنمية ما حدش يقدر يعني يدخل يقولك انت عندك مضيها فاضية في ظل طبعا الأحداث الأخيرة بنقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس والضغوطات والأمريكان يعني التصريح الأمريكي بأنه هو بيدعم المستوطنات أعتقد ده كمان بيزود أكتر من التحديات اللي بتقابل نفسينا يعني لأنه هم عملين يقلصوا يعني يحتلوا أكتر يتوسعوا في احتلال الأراضي الفلسطينية طبعا ما فيش شك أنه في مشروعات كتيرة يعني هم بيلعبوا على الضغط أنه هم دايما يزقوا برضو يضغطوا على أن يكون فيه دايما وطن بديل صحيح هو فيه مشروعات كانت مطروحة أكتر من مرة جزء منها طبعا أنه الضفة الغربية تبقى ما يتبقى منها يروح للأردن وتبقى غزة مع الجزء اللي هيتاخد من سيناء تبقى دي الدولة طبعا مصر بتكبر وإحنا بنحتفل بالافتتاحات القومية والرئيس قال يعني أنتو مش هتلحقوا على فكرة لو مشينا بأنه كل يوم ممكن يبقى فيه كل يوم افتتاحات وإحنا بنتكلم عنه أنه نهارده إن شاء الله في بورسعيد الرئيس هيعلم شكل رسمي تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد إيه أهميتها؟ عايزين بساتها برضو أكتر الحقيقة دي واحدة من أعظم الأفكار اللي بدأ تنفيذها فعلا في مصر اللي عدنا عشرة سنين ما عملنا هاش النادي دايما بتأمين صحي للناس اتعاملت في وقت يعني كوياتي الحقيقة ده مشروع حضاري إنساني يحتل لمرتبة أولى في حقوق الإنسان لأنه الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان وحق أساسي إحنا لهذه التجربة أولا مصر عملت في الصحة خطوات غير مسبوقة عالميا مفيش دولة في العالم قامت بعمل تحليل لكل مواطني صحيح مفيش دولة في العالم قضت على مرض كان يهدد المجتمع بأكمله طبعا تماما وتحولت من دابعنا اللموذج كمان لدول كتير في كيفية علاج فيروسي آه احنا نتحول من الدولة الأولى صحيح في الإصابة بالفيروس على مستوى العالم إلى الدولة الأولى لعلاج الفيروس على مستوى العالم وتصبح التجربة نموذج حتى لمنظمة الصحة العالمية صحيح واتكلمت عن ده انه ده نموذج مهم جدا المسألة التأمين الصح ده تجربة فريدة عشان الناس بس بحيانا بعض الناس يقولك سمار التنمية ما انعكستش على الناس وكل هذه الاشياء على النقل للناس لما يبقى عندك 7000 كيلومتر طرق هي الطرق دي اتعاملت ليه يعني للوزراء مثلا ولا للمواطنين الانتهاء تماما من فيروس سي ده مش للمواطنين ده كان بيمثل مشكلة كبيرة جدا الحقيقة للمجتمع المصر سيادة رئيس زعالي هو داخل حالة عشان يبدأ مراسم طبعا الافتتاحات ان شاء الله هنمكان هننسى ازاعة حقيقة هنروح بس سريعا الافتتاحات نرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية احنا لسا موجودين مع حضراتكم لسا بنفرح مع حضراتكم لسا متابعين كل المشروعات وافتتاحات عدد من المشروعات القومية في محافظة بورسعيد بحضور طبعا سيادة رئيس عفتاح السيسي وكان من ابرازها الانفاق ومحور 30 يونيو واطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد ورئيس اكد على حرص الدولة على اتمام المشروعات القومية وتزليل العقبات للزيادة الناتج المحلي فرص التصدير تقليص الواردات رئيس اكد كمان المنطقة الاقتصادية بقناة السويس اتعطلت 15 سنة بسبب غياب البنية التحدية اللي تقدر توفر الخدمات والتجهيزات اللازمة اكد كمان ان الدولة قدرت تنفذ مشروعات في كافة القطاعات وان النفقات تكلفت تقريبا 4 تريليون جنيه طبعا زي ما حضراتكم شفنا انه دلوقتي فيه استراحة ولسه حيبقى فيه استكمالا لافتتاح المشروعات عبر الفيديو كونفرنس زي ما بتشوفوا معنا احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا من صباح الورد لكن التغطية هتفضل مستمرة على شاشة قناة تانو صباح الورد عليك يا احمد صباح الورد عليك يا مهو وبكرا ان شاء الله موجودين معاكم في نفس معادنا من صباح الورد اشتركوا في القناة